السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشوف شوية مواقع مهتمية بالذكاء الاصطناعي واول مواقع نشوفه معنا مثلا ميكروسوفت بنج هو فيه حاجتين في شات زي شات جيوتي تقدر ان انت تدردش معايا وتتكلم معايا وفي نفس الوقت فيه ان انت اكون صور يعني لما تجي فوق كده هتلاقي شات فهتقدر تسأله كأن شات جيوتي الميزة النوابش محتاج منك يكون معاك رقم تليفون في امريكا او كذا وتقدر ان انت تسأله مجانا ولا ده بتاعه عالي وفيه اتدار تتحكم هان انت عايز حاجة ملتزمة بالقواعد او حاجة تكون كريات شوية فده مثال على شات جيوتي وعمت طبعا جوجل بارد لو انت عايز تعمل شات وفيه ان انت تكون صور تمام ممكن تقول له image وتتدره اي تكس انت عايزه يعني اقول له ان عايز مثلا مركبة خاصة المياه يروح اعمال لك المركبة دي انا عايز اشوف عنج البحر تقسر من الصين تمام في عبدا انه يعمل لك الصورة ديت هتلاقي فيه صور كتيرة جدا تقدر ان انت تقول له اخترع لي الصور دي فمجرسفت بنجي من الحاجة اللي كواسي جدا ان انت تقدر تحتمل عليها طيب بعد كده ممكن نخش على الموقع الجميل دوت الموقع اللي هو runway ده فيه حاجات خاصة به تكوين الصور فيه حاجات خاصة به الفيديوهات يعني كنت تدره فيديو وتقول له طبعا انا عايز تعمله بالليد طبعات الفغير لما كان الشامس طبعا ايه يعني انت عملت رندر الفيديو وتلاقي في مشكلة ما تعدش الشغل لرفعه هنا هو يبدأ ان هو يعدلولك في حاجات خاصة به الصور يعني احنا قد نقل له الصورة دي اعمل لنا الفيديو ده متخيل فيه ان انت تدينه مثلا حرك كده هو يبدأ ان هو يختار شخصية وتبدأ تاخد نفس الحركات بتاعتك storyboard برضو نعم اخترع شكل مباني من صورة زي كده خد concept وتبدأ تشغل عليه تمام؟ ده كلبه هو عادي مثلا بدأ يخلوك انه الكلب ده وقت الرندر بتاعه فيه حاجات كتير تشغل على الصور وفيه حاجات تشغل على الفيديوهات وفيه حاجات بتشغل على الصوت فهو موقع خطير جدا تقدر ان انت تستفاد منه بشكل جميل وممتسم طيب هتبقى بدل ما تخش على الريسيرش زي ما انا داخل كده لا هو خش عليه run ويميل موقع جميل جدا وفيه افكار حلوة الموقع الثالث اللي احنا ممكن نشوفه ده افعلا انا مقدره جدا موقع اسمه ليوناردو وده منافس لميت جورني يعني تقدر تطلع بنفس الصور اللي ممكن تتخذها من ميت جورني من ليوناردو ومجان انت مجرد تقول له launch app وتبدأ تكتب له اي تيكست هو يبدأ اعمل لك الصور انا جربت موقع كثيرة ده من الاكتر موقع اللي انا اعجبتني وفيه تحكم قوي جدا وفيه كل شوية بتلاقي قد نسل الجديدة وتقدر تقول له انا عايز sdkl او sdd animation style كل حاجات تقدر ان انت تجرب موقع برضو شبيه اللي هو bluewillow.ai وهو بيشتغل على discord يعني تقول له اعجب اجربه مجاني الحاجات اللي كلها شرحناها بالتفصيل على بيم اربيا يعني كل موقع اللي هنا انا بس اخترت افضل موقع اللي انا هتقريبا شرحنا الف فيديو عشان الناس ماتتوبش يبدأت تشوف ايه الحاجات اللي سهل بس اقول له ان عايز وش اسد يظهر في blueshade skype لان هو يعمل لك الصور ديت حاجة خاطرة جدا وسهل جدا في الاستخدام ده برضو واقع من المواقع اللي هي بتديه وتكست يبدأ اديك صور وهو بيعرض لك انه مثلا يعرض لك image generation command لو انت عايز تتعلم command معين فيه comment يعمل فيديو تمام يقول لك يكتب حاجة ويطلع لك فيديو ويطلع لك صورة يعني ده command مثلا يعني ده command مثلا الراجل كتب عايز مثلا صور بحر فبدأ يطلع له الصورة بالشكل دوت وفي حاجات بالشكل دوت مجرد ان انت تقول له تكست يبدأ يعمل لك صور خاصة بيك طبعا شركة ادوب غنية عن التعريف عاملة حاجات حلوة وفي زكاة الاسماعي ودماجاتها فعلا في الفوتوشوب وفي البريمير وفي كل برامة تاعتها ده بقى الموقع اللي كانوا بيجربوا الحاجة في اونلاين قبل ما يحطوها في الفوتوشوب زي text to image أو generated fill تقول له مثلا انا عايز جاكت ده يبقى فصة بفرح يبدأ ان هو يغيره لك مجرد بس كده انا عايز كزا يبدأ ان هو يعمل لك تكست يفريكت بتديله تكست وتقول له اعمله على شكل فرعوني يعمله على شكل أوراق شجر حاجة خطيرة روعة هنا extend image بتديله صورة وتقول له تخيال ايه اللي ممكن يكون لو احنا غيرنا العدسة بتاعت الكاميرا ايه اللي حاجات ممكن تكون حوالي الصورة تايلة طيب انا بحضو موقع حاجة الفيس ده بتلاقي الحاجات قبل ما تتعامل في موقع بتدو ان انت تشوفها دي مثلا حاجة اسمها division وده بيتقول للموقع متمد عليها تقريبا 90% من الصور اللي بتعمل ده احتيار رسمية بتعمل بالstable division تدله بروميت بيبدأ ان هو يحلالها ويبدأ ان هو يشوف الصور اللي فيها الحاجة دي ويبدأ ان هو يدمجها مع بعض فعشان كده بطلع لك اعداد لا نهائية من الصور هاجينج فيس ده موقع بيبقى فيه كل كل تقنيات الزفاة لسماعك يعني كل انها يعني مش دي بس لا اهو ده موقع open source والناس كلها بيحط المشاريع بتاعتها فمن ضمن المشاريع اللي هو الاستيبولي فاشن طيب نبدأ بقى ندخل بقى على الحيات اللي ممكن تكون متخصية شوية في العمارة او الدكور زي look x ai ده موقع جميل جدا اهو خاص بالاركتكت و design تقدر تقول له انا عايز تصميم معماري ويعان كذا كذا يبدأ ان هو يعمل لك التصميم تعال ان شوف الصور تقدر تفعل صورة وتقول له طب بيوجد لي بقى ايه صور مماثلة هو بيعمل ايه هو بيعتمد على ان هو بيفهم الشبكة اللي موجودة على العناصر قصية ويبدأ ان هو يثبتها ويغير العناصر التاني ايه العناصر اللي احنا سبتها وايه العناصر اللي احنا هنغيرها هذا البرومت اللي كتب وطلعت لنا الصورة ديت وماثمد على تفنية اسمها كنترل نت لو انت اديت صورة بيبدأ يثبتها ويبدأ نغير هنا مثلا ادينا له سكتش وبدأ ايه خلي صور اكتر من نوع من انواع الرندر وملميزة ان هو بقى موجود في برنامج زي الاسكتش اب واعتقد ان هو دخل برضو هيدخل رائع على الفتشوب والحاجات دي كلها احنا بدي نروى بس شكل كده احنا بدي نروى بس شكل كده ودنروى بوجد لنا الرندر فبدأ اعملك الرندر بشكل جميل ده اي صورة عندك ممكن تقوله بوجد لك طرحات تانية طب انا عايز اغير البرومت فموقع من المواقع اللي تسحق كل الاحترام التقدير وان احنا نبات على المواقع يعني طب ده برضو من المواقع اللي ممكن تكون متخصصة في العمارة والدكور اسم فوتر اي اي تقدر تكتب له اي حاجة يبدأ ان هو يكون لك الصور وانا تستخدمها احنا استخدامتنا معمارية بحتة من نجع بالصور التانية هشي اقول لو انا عايز مباني هتلاحة حتى الناس كتيرة عاملة حاجات للمباني واللندسكيب دي كلها ادوات شغالة بالذكاء الاصناع طيب الموقع دوت بعمل بعمل خلينا نشوف الفيديو هو تقدر انت اتجربه مجاني ما فيش اي مشكلة خالص تقدر تعمل الجزء الثاني اهلا بك في المستعبل تقدر سمم الفلور بلمباني في ثواني ادينه بس الكام دور والحاجات دي كلها ويقول لك خلاص خاطة لها هندسك اكتب البرومت يبدأ يعمل لك الرندر بتاعك افكار الشكل الموجود افكار الشكل الموجود نتخيل مدى سهولة بيقول لك طبعا ان في مقارنة باب المكتب باقية الصفتور اللي موجود في السوق طيب بعد كده ندخل على الستويل ديفيجن كنترول نت موديل ده بتدي له الصورة وتبدأ تدي له برومت معين فيبدأ اعدالك الصورة دي على البرومت اللي انت عايزة ممكن تدي له صورة ورقة انت لفافتها بأيديك وتقول له اعمل لرندر لها فابدأ اعمالها في الرندر بس اكتب له ايه انا عايزة مابنة عربي ده موقع ده موقع بعمل فيديوهات احنا قلنا من افضل موقع الموقع اللي هو رانوي ده بعمل فيديوهات بشكل جميل جدا ويعدل على الفيديوهات ده برده من ضمن الموقع الجميل جدا اللي تخليك اي حاجة احلم بها تتعامل ايه انا عايز صورة دي يتعدل فيها بشكل خطير يبدأ انه يعدل لك فيها بشكل انت عايزة فده من موقع الجملي جدا فيه عمل يديوهات زي ما قلنا كل موقع دي شرح بتفصيل على دم اريبيا ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده ده بقى موقع خاص بالميوزيك كده احسين الصوت وان انت تقول له انا عايز صوت معين يبدأ انه يعمل لك صوت انت عايزه وانت تقول له انا عايز صوت مثلا في الهجابات فه.. فه.. ويعمل لك صوت ما لوش حوم الكاد شرب